السلام عليكم ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا كلكم بخير احنا رجعنا تاني راي نعم احنا اتأخرنا كتير قوي بس ما فيش مشاكل كله يهون عشان الشخصيات الحلوة اللي احنا هنقدمها في الموسم ده اول حاجة رح حبطنت ازاي حضرتك عاملة ايه سيك يا نور الحمدلله حبطت وحشتينة والله والله انت وحشتينة والناس حبابنا اللي بيسمعونا وحشونا والبضعات اللي بنتكلم فيها كمان وحشانة والله يا نور فاحنا النهار ده مقدم لكم موسم يعني اربع شخصيات احسن من بعض والشخصيات ما بين شخصيات قديمة وشخصيات حديثة بحيث ان احنا لما نجي نتعلم من كل شخصية نكون فيه زي تلوع وكلا فهنتكلم عن اربع شخصيات النهار ده هنتكلم عن او بكر الصديق وما قدركم مع او بكر الصديق هنتكلم بعد كده هوت عن العمر بن الخطاب سوشيبة العربي باس العقاد الشخصيات دي احنا تنقشنا فيهم كتير وكل واحد منهم هيفيدنا بحاجة ان شاء الله حابة بس اعرفكم تاني احنا ما بنقولش القصص بتاعت الناس احنا بنعمل اسقطات احنا بنقول ايه الحلو اللي في حياتهم اللي هم مقدموه وبنعمل اسقطات ازاي احنا نستفيد منه لان فيه ناس احسن مننا بكتير تقدر ان هي تقول القصة بكل تفاصيلها وكل اللي فيها عايزة اعرف احساس حضرتك بالموسم دو مستبشرة خير قوي سعيدة جدا لان كمان الشخصيات اللي تم اختيارها تم اختيارها بعناية دول الشخصيات لهم تأثير سواء الشخصيات الاسلامية القديمة زي سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر بن الخطاب ودول طبعا يعني هنتعلم منهم كتير 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 وزي ما انت قلت في القديمة بتاعتك يا نور احنا مش بنقول تاريخ بتاعهم احنا مش جايين بصدد نحكي قصة حياتهم احنا جايين نطلع الحاجات اللي احنا النهاردة في الزمن المعاصر ده نتعلم منهم نتعلم منهم ايه الناس دول خطوا اسمهم لغاية النهاردة ايه السبب ايه اللي خليهم اسمهم موسكور لغاية النهاردة ايه اللي بيخلينا لما بنسمع عنهم او بنقرأ عنهم تقشر اجسامنا وجلودنا ليهم وسواء طبعا سيدنا ابو بكر وعمر ابن الخطر يعني حاجة كمان مثلا عباس العقاد ولا الحاجة العربة وشيبة دولها الناس برضو نجحوا رغم ان هم ماش من الاسلام ولا حاجة بس هم عملوا تأثير جيد وايجابي والف من بيترحم عليهم لغاية النهاردة من ساعة وفاتهم فسابوا تاريخ وكل واحد كان عنده صعوبات بس تجاوزها لان كان شخصية جيدة فايه اللي حنتعلموا منهم هي دي رحلتنا الجميلة اللي ننشأ مع بعض في برضو حاجة اتفاقنا عليها ان احنا هنجزأ الحلقات يعني الحلقة مش هتبقى طويلة عشان الناس ممكن تملة او كده فاحنا هنجزأ الحلقات ابو بكر الصديق ممكن يخل مننا ثلاث حلقات بس بوقت ان شاء الله اقل من المعتاد في النهاردة بقى هنتكلم عن ابو بكر الصديق انا عايز اقول لكم ان احنا بقالنا كتاب بنزبط لحلقة دي واحنا من هيبة الراجل دوت مش عارفين يعني قلقانين وخايفين ان احنا هنتكلم عن ابو بكر الصديق اللي فدى ماله وروحه وكل حاجة للإسلام بنا يجعله في مزال حسناتنا اللهم امين يا رب اول حاجة هنتكلم عنها ابو بكر الصديق قبل الإسلام هو كان عامل ازاي اول حاجة عايزين نعرف من هو ابو بكر الصديق فاتفضلي حضرتك هو ابو بكر الصديق اتولد سنة خمسين قبل الهجرة وسنة خمسمية تلاتة وسبعين ميلادية اتولد في مكة تهامة شبه الجزيرة العربية الوفاء كان يوم الاثنين اتنين وعشرين جماد الآخر تلاتتاشر هجرية اتنين وعشرين اغسطس سنة ستمية اربعة وثلاتين ميلادية في المدينة المنورة الحجاز شبه الجزيرة العربية هو يعني في الاسلام بقى كان من اهل السنة طبعا كان مقيم فين في المسجد النبوي الى جانب النبي مع عمر بن الخطاب في المدينة المنورة والدفن جانب رسول الله سلم اه طبعا طبعا ابو قحافة عثمان ابن عمر ابن عمر التيمي القراشي لنقول بقى اسمه بقى بالكامل هو عبد الله بن عثمان بن عمر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ده ماشاء الله يعني اللي انا قلت اسمه مختصر لكن انا قلت مختصر انا حبيت اقول اسمه كله اقول حقك حقك اوه ملقب اوه بقى 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 بسديك بس كده خلاص والدته امه هم ام الخير سلمة بنت صخر بن عمر التيمية القراشية عايزة تقولي اسمه بالكامل اقولي لا خلاص كفاء طبعا هو اتجوز من اربعة كتيلة بنت عبد العزي وام رومان بنت عمر واسماء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة ذريته هو جاب تلاتة اولاد وثلاتة بنات من الاربع زوجات طبعا اشهر حد في عياله عائشة طبعا واسماء كمان وبينك وعبد الرحمن وعبد الله كل واحد كان له دور جمد جدا ان شاء الله زريته عبد الرحمن من الرجال يعني عبد الرحمن وعبد الله ومحمد من البنات اسماء اللي دات النطاقين ودي كانت اكبر من ستين عائشة وبعدين عائشة لي ام المؤمنين واخر واحدة ام كل سوم انا بس حابة اقولكم ان احنا اتكلمنا عشان الناس اللي بتشوفنا جديد ان احنا اتكلمنا عن عائشة كانت من الحلقات الممتعة جدا جدا فانتوا ممكن ترجعوا في القناة هتلاقوها ان شاء الله هتستفدوا جدا من الحلقة فضال حالة بالنسبة للألقاب هو لقب باكتر من لقب اكتر لقب لفت نظري لقب العطيق العطيق ليه نور تسمى العطيق في ناس قالت ان هو اتسمى بالعطيق لان مامته ما كانش بيعيش لها اطفال فوقفت قدام الكعبة وبلقت ان هي تدعي ان ربنا يعني يعطقوا من النار يعطقوا مولودها دوت من الموت مش النار عاشة يعطقوا من الموت فسبحان الله ان هو عاش فكده تسمى عطيق في موريا رسوله وسلم تسمى عطيق لقبل الاسلام لحسن اخلاقه عفت انت الحاجة القديمة بتبقى زي حاجة كأنها معطقة الحاجة مش القديمة الحاجة الجميلة اللي لها روناق اللي لها كده بيسمى عطيقة ده عطيقة لأ بس هو كمان يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له عطيق كان هنا المقصود بقى عطيق من النار فعلا بقى بعدية بقى آه يعني انا سمعت ان هو قبل الاسلام قال له بالنقطة دي وبعد الاسلام اتكلم بقى ان هو عطيق لأن لأن الشخص الوحيد اللي قال له انت اعتقت من النار فحياته هو اقوبك بالصديق يعني مطيقم اقضرش ان انا اقعد قدام حد وقل له أنت أعطقت من نفسه هو الوحيد اللي هو كان مباشر طب وقل إنه برضو سمي العطيخ لسبب ثالث الجمال وجهه أيوة صح إنه كان وشه جميل كان أبيض وكان قليل البنيته سغنونة يعني موش رجل ضخم لا كان يعني حتى كتافه وكده ما كانتش عريضة قوي وكان وشه صغير ولونه أبيض كان جميل يعني في حاجة لفتتنظرين هنا وحقيقة بتتكلمي عنه إن إحنا دايما بنصور الناس المسلمين إنه هما شكلهم وحش شكلهم يخوف أو إنهما كذا لا يا نور الكلام ده في أعلام الأيام دي بس أما في الحقيقة لا وبكر صديق دوت دايما حقيقة قلت إنه كان شكله جميل وشكله حل وشكله بس يا نور يعني خلينا أسجل النقطة دي لا مش كده بالعكس بالعكس راح نسأسجل إنه زمان في الأفلام الأديمة كلم يجيبوا المسلمين وشوهم جميل والكفار شكلهم قبيح النهاردة في أفلام النهاردة يجيبوا المسلمين إنهم متشددين وعقولهم سخرية كده وشوشهم وعبسين وشوهم يعني متشارين بينما الناس الفري الحلوين دونا هم الوشوهم جميل وهدي وحدي كان بقى الاسم التاني على طوله الأكتر شهرة هو الصديق وده اللقبه به الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أكتر واحد صدق الرسول بدون ما بيراجعه في كلمة إحنا ممكن نستفيد في الاسم دو لو ما نتكلم في نقطة بعد الإسلام هنستفيد بقى بكل ما فيه كمان للخب التالت الصاحب وده جاي من من القرآن كمان في الأطقى وده جاي برضه من القرآن لما تقاله سيجنبها الأطقى بصورة الليل وكمان الأواه لأنه كان هو شديد الخوف من الله ودايما لما يعمل حاجة يخاف قوي ويتأوه لاحسن تكون غلط لاحسن ربنا يزعل منها وكان يقشى الله في كل تصرفاته شوف شوف الناس دي بتبقى راقية دي أو حبيبة للإسلام سبحان الله سبحان الله هنتكلم عن مولده هو تولد بعد عام الفيل ده أكيد لكن تولد بعد عام الفيل بقدي إيه واللي كان فيها خلاف في ناس قالوا تولد بعد عام الفيل بتلت سنين وفي ناس تانية قالوا لا سنتين وست شهور وبعض الآخر قالوا سنتين وشهرين ثلاثة اختلف القول في عدد الأشهر مع السنتين وكام عايزين نتكلم عن صفاته قبل الإسلام بقى وفلسفة الدين صفاته قبل الإسلام هو كان معروف إنه هو أولا عالم بالأنساب يعني كان عنده علم بالأنساب علم عالي جدا وكان تاجد كبير وكان غني وكان غني وكان لا استنى في علم الأنساب من الحاجة اللي كان تميز سيدنا أبو بكر بالذات في الأنساب إنه لم يغلط في ناسا بحد أبدا عكس التانيين الناس التاني لما يقولوا يقولوا أنتوا كان في علتكو كذا وكان في علتكو ما يقولش ما يذكرش حاجة وحشة أبدا في ناسا بأي حد وكان أعلم بنسب قريش يعني أعلم الناس بأنساب قريش فضل يانوس أبو بكر صلى الله عليه وسلم لما كان بيدعو الناس للإسلام فكان بيمر على القبائل اللي جاي الحج فكان أبو بكر الصديق هو اللي كان بيعرفه بأنساب الناس وكده هو لغاية ما وصل في المدينة وكده فضل هتكمل يعني في تكايفة القصة لا ما أنا نتدون المعرفة كل واحدة عندها معلومات بنقولها عشان الناس يستفيد كمان سيدنا أبو بكر ليه كان بيعرف ناس كتير لأنه كان كثير السفر من صغره هو تاجر فالتجارة بتاعته بتخليه سافر أماكن ومر على بلدان كد لما بدأ الإسلام يدخل والناس دي جات هنا للرسول عليه الصلاة والسلام هو بيبقى فيه ناس منه معرفهم فكان عنده اطلاع على بعض الناس يعني معارفهم كانت كتيرة ولأنه شخصية مهزبة وجميلة وعلى خلق فكان محبوب فكان ده شجع الناس أكتر أنهم يدخلوا في الإسلام عشان كده كان وجود سيدنا أبو بكر في بداية الإسلام وفي صدر الإسلام من أهم العوامل لنصرة الإسلام وزي ما أنت قلت كده ومعروف بالكرم كمان والناس بتحبه وبتصدقه كان مجالسته جميلة كان الناس يحبوا يقعدوا معاه كمان من الحاجات المعروفة جدا عن سيدنا أبو بكر حاجتين مهمين جدا رغم أنه ما كانش ليسا الإسلام حصل أولا ما كانش يشرب الخمر أبدا ده احنا كده هنبدأ ندخل في فلسفة هو كان عامل إزاي قبل الإسلام لم يكن يشرب الخمر أبدا الحاجة التانية وهنا بقى هنلاقي التشابه اللي بينه وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفس الفكر تهم إزاي يعني برضو يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسرب الخمر أبدا ولم يسجد لصنم أبدا رغم أن كانش لسا الإسلام نزل طبعا رسول عليه الصلاة والسلام كان كمان صادق وأمين كان لا يحضر يحضر المعازف والطبول والحاجات دي كلها من نفسه كده من غير ما حد يقول حلال ولا حرام هو لا يميل إلى هذه الأشياء بالفترة سيدنا أبو بكر لم يسجد لصنم أبدا لدرجة أن والده مرة أخدوه إلى المكان بتاع العبادة الأصنم وسابه ومشي وقال له اسجد لأهلاتك العوالي وسابه ومشي فانه حصل أنه راح لواحد سيدنا أبو بكر راح لواحد الأصنم قال له طب أنا جعان أكلني ما أكلوش طبعا قال له طب أنا عاري اكسني طبعا برضو ما أردش عليه راح جايب زي صخرة أو طوبة كده وراح لأقله بي دي أقدم أعناه إيه لازمتك بقى ده في نقطة لما حكي زكارسي نقطة أنه هو كان تاجر وكان بيسافر وكده غير اللي هو عنده علاقات كتير هو كمان شخص عنده مرونة جملة وغير كده هو أنه هو بقى عنده فكرة فكرة أنه هو كان بيبحث عن الدين وإيه هو الدين الصح اللي هو ما أخدش الأصنام كده وخاص لأ هو كان عنده فكرة من وردة فسبحان الله الإنسان اللي بيسافر كتير وبيشوف كتير بيبقى عنده حاجات مميزة عن أي حد تاني عادي طبعا وحاجة تانية خليته أنه هو بيدور على الحقيقة هو حتى كان يحب يقعد مع أهل الأديان اللي هم أهل الكتاب لأنه هو ما كانش فيه حاجة تانية بس هو كان حاسس أن اللي هم عايشين فيه الأصنام والحاجات الصح صح آه هو مش عارف فين الحقيقة لكن بيدور عليها فعشان كده كان دايما يقعد مع الناس اللي هم إيه صحاب اللي هم يقولوا عليهم أهل الكتاب على أساس أنه هم متصلين أكتر فحصل مرة أنه كان قاعد في ناء الكعبة وكان زيدة بن عمر بن نفيل قاعد فمرة عليهم أمي يا ابن أبي الصل فقال له كيف أصبحت يا باغي الخير أم قال له بخير قال هل وجدت قال لا والله فقال له أما عن هذا النبي الذي ينتظر مننا أو منكم وكأن أهل الكتاب كانوا عارفين أن فيه نبي حينزل وبيقول يا إما مننا يا إما منكم منكم هنا مش كمسلمين منهم كأهل عرب وك يعني زي ما هنقوموا الشهور ديواتي بيقول ألم ولم أكن سمعت قبل ذلك بنبي ينتظر ويبعث فخرجت إلى أريد ورقة ابن أبي نوفل سيدنا أبو بكر راح لإيه ورقة ابن نوفل ورقة ابن أبي نوفل عشان يسأله لأن أبو نوفل كان كثير النظر إلى السماء كان كثير الهم وكان عنده وعالم بدين إبراهيم عليه السلام وعالم بدينة إبراهيم فقال له الحكاية قال له هل فيه النبي حيبعث يعني مننا قال له نعم يا ابن أبي إن أهل الكتب والأهل يعلمون ذلك إن النبي الذي ينتظر من أوسط العرب نسبا وقومك أوسط العرب نسبا قلت يا عام وما يقول للنبي حيقول إيه قال لي يقول ما قيل له إلا إنه لا يظلم ولا يظلم ولا يظالم عشان كده أول ما بوعث الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا مبكر سدعه على طول لأنه كان كأنه بينتظره كأنه متوقعه فهمين السبب ده سبب إنه جايب نقاء القلب ده سبب إنه هو مطلع مش يعني كنت مثلا كنت بوعه ده سأل نفسي هو إزاي أول ما قال له إن فيه إسلام وإن فيه كذا 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 صدقه على طول هو عشان سبحان الله كان فيه تمهيدات ليه قبل كده اللي هو كان بيبحث عن الدين الصح إنه هو كان ما كانش مصدق بالأصنام إنه هو كان عنه تسائلات كتير جدا جدا فلما عرف المعلومات دي ما هيدت له إنه هو أي حاجة بسهول الله سلام هيقولها هو هو مصدق بيها بس أنا عايزة أدوس برضو على حيث نقاء القلب إن إنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه وراضي عنه بيخلي قلبه رقيق شفاف يستوعب المعلومة الحقيقية يعني خلي بالك الدين موجود لغة النهاردة هل كل الناس على دين؟ نا بتشفاوت فرق بين واحد وواحد ده قلبه نقي استقبل النور بتاع القرآن وبدأ الدين وده قلبه معتم كما قصد يعني أعتقد كده لأنه ربنا حتى في آياته الكريمة بيقول إنه الإنسان اللي لما ربنا يكون راضي على هد بيفقه في الدين بيفقه في الدين صح؟ ويسر عليه العبادة ويسر عليه الإدراك واحد تاني يغلقه يطفي قلبه من هنا نقول حاجة كلما كنت نقي يعني ده الإسقاط اللي نقوله كلما كان الإنسان بسيط موضوعي بالفترة عايش بفترته ما لا يعادي حد ولا حتى لو حد عدا يعيش العداوة يسيب قلبه كده زي ما ربنا خلقه بفترته حيث لاقيه بياخد أنوار لم يستمتع بها غيره إذن العلم أصلا موجود يا نور دلوقتي المشكلة اللي احنا بنكلم عنها إن الدين موجود والقرآن موجود ويعني أنا شايفها فيه إبداعات حصلة ده فيه قرآن دلوقتي كتاب قرآني إلكتروني شفته أكيد شفتي أنا عندنا أنا إن شاء الله هجي منه وعدوانا جاية إن شاء الله يعني مبهر بيتكلم بالأصوات اللي انت عايزها وبيعمل شرح للآية وبيقولك تجويد الآية بس العلم عاملة زي بقى ميسر إلى أبعد حد بس هل الجميع بيستفيد منه لا سبحان الله من يفتح قلبه ده ربنا راضي عنه إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء أنا بحب الآية دي فعلا جدا وبتهزيني نفسيا وبخاف منها ده حقيقة لإذا جاءت ممكن تكوني من ضمن اللي ربنا مش يشاء إن هو يهدي فسبحان الله الوحب بيقلق صح مش كده الآية دي على قد ما بحبها على قد بتخول أنا من فين أنا من مين فإحنا يعني الإسقاط بتاعنا النهاردة أنا بركز على النقطة دي نحاول يا جماعة ننقل قلوبنا ونحاول نرتبط بربنا لأن إحنا ما خلقناش عبس ربنا حيشاهدنا على نفسنا رقة عيدنا أبو بكر الصديق من أسباب الإسلام إن قوة الإسلام ودعمة الرسول عليه الصلاة والسلام وكان واقف عليه الصلاة والسلام صاحب وسند الإسقاط اللي أنا عايز أقوله هو ليه علاقة ليه علاقة قوي بالسفر وكانشان أنا محب السفر فكرة إن الإنسان ما يبقاش منغلق على أفكاره وعلى الحاجات اللي هو أخذها من البيئة اللي حواليه فكرة إنه حتى لو هو مش قادم يسافر إنه هو يبقى مطلع على أي حاجة جديدة فيه مثلا الناس بتبقى عرفها الدين إنه هو واحد اتنين ثلاثة تمام بس ما بتبحث بالزيادة ما بتعرفش يعني ما عندهاش فضول إن هي تعرف طب ليه ربنا مثلا حلل ده أو حرم ده طب إيه الحكمة فيه حاجات لها حكمة وفيه حاجات لأ عارف أقول أنت تتكلم عن الصفر المعناوي سافر لأبعد من معلوماتك اللي أنت تعرفها أنا عايز أسافر بحقيقة لا هو كمال حقيقة أنا عارفة أنت بتحب الصفر أنا بقولي أنا بحاول أنا أقصد أقول أنه أنت لما الوقت قلتي أن أنت إفهم ليه ده حرام وليه ده حرام وليه ده حلال أنت تقصد صفر صفر عن الفكرة بتاعتك دعني مش لازم تبقى قاعد على فكرتك فتح دماغك وإفهم أكتر عشان هتعرف الحكمة من أن ده ليه حرام وليه ده حلال تمتزل حلال وحرام عن قناعة أبو بكر الصديق ما أخدش ما أخدش ما وجدنا عليه أبا أنا اللي هو الأصنام لأ هو فهم ولما فهم أنه هي دي لأ لأ عشان إيه هو يعني اللي هو كأنه عمل زي تجربة عملية كده أنه زي ما حقيق قلت أنه هو قال له أنا جعان هتأكلني أنا عايز كذا أنت هتعمل لي وما كده ملقاش فهو فكرة أن الإنسان لازم يكون ويعي بالحاجة اللي عنده أنا هعملها لي لي أنا هعمل داوت ولي مش هعمله عارفة هو عمل زي مين زي سيدنا إبراهيم آه صح في نقطة الأصنام صح الأصنام أنتوا بتعملوا لي أنتوا بتكلموش لا بتنطقوا ولا بتشوفوا ولا بتضربوا يعني أنت فايدتكوا أنا خط منكوا لي يعني عارفة برضو المنطق يعني هنا الناس دي سفرت عن أفكار الموروصة من أباهم إلى أفكار جديدة تخليهم يبصوا على الحقيقة تعارفة لما يعمل المنطق دا بيسافر عن فكرة الجاهلية إلى فكرة النور والعلم تفكرة أن الإنسان يكون متفتح ويكون واعي بكل حاجة موجودة مش يخو كل حاجة كده على السطح وخلاص أو أنه يهتم بتوافه الأمور وخاص وقالين عايشين لا يعني كلام دوات زي رسالك تقوى أنك إقرأ أكتر شوف أكتر لو فيه إمكانية أنك تسافر لو فيه إمكانية أن أنت تعاشر ناس مختلفة عنك وتبدأ أن أنت تتعايش معهم لأن كل واحد منك كل واحد أنت هتقابله مختلف عنك بس هتاخد منه فكرة هتاخد منه معلومة هتفهم منه حاجة أنت ممكن لو كنت قاعد في القوقع أو في منطقة الأمان اللي أنت قاعد فيها مش هتوصل لها فده سبب من أسباب اللي كونت شخصية أبو بكر الصديق فيه آية في القرآن تقول اللي أنت بتقولي للوقت بتقول وخلصناك مشوما وفبقل لا تعرفوا صح أنا الآية دي بحبها وبمشي بيها آه طبعا يعني أنا المفروض نتحرق والتي بتحب تسفل عشان كده ركل على الآية أصلا كمان القناة بتاعتي أصلا بقعد أتكلم عن عادات وتقاليد الناس من الآية دي والله الواحد بيعرف عادات وتقاليد وبتخلق فيه مرونة كبيرة جدا للنفس وتقبل للآخر بطريقة فظيعة الحقيقة أنا أتفق معك جدا في الهكاية دي أني فعلا لما بتعرف الآخرين يمكن أنا هنا برضو علشان في الدولة زي بتاع كندا وبشوف أتناس كتيرا جدا 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 بتحس أن أنت زي ما هم قابلينك أنت تقبليهم وما ليش دعو بيكو يعني أنا مش يعني بحرف إيه أن أنا أحترمكو وتحترموني ولا عبت دينكو ولا تيجو جنبي دين أيوة وبعدين بلاقي الناس كلها هنا متطفقة على كده الحقيقة يعني معمريش دخلت في مكان وأنا بنزل وقابل فعلا الناس في أماكن أكتر من مكان بروحه وساعدت بسه وأنا بشرح للعرب بس العرب مش لازم مصريين العرب بعمل جلسات ودورات يعني توعوية يعني لكن في فوسط الأجانب بلاقي هو يقدم لك وردة واللي يقدم لك كيكة عارفة يعني أنا طلقت أكتر من رحلة معاهم وحضرت أكتر من حفلة معاهم ناس كده الناس كلها بتبقى متقبلة بعض وإذا بتبتقولي بتعلي الدماغي يعني خليك أكبر منك تختلف مع حد أيها يعني مثلا لو جبنا مثلا شخصية حد ما خرجش من برد البلد ويتعامل مع أي حد وقلت له فكرة هيتلاقي متعصب لها جدا ومسك فيها أما لو عارضنا الفكرة دي تلحضرتك أو لحد مسافر كتير هيتلا آه صح ممكن تبقى صح ويعود يتناقش معاك من كذا جهة وكده هوت فهيبقى مرن وهيبقى سهل إن هو يتقبلك لإن أنت ما بتفيتش علي حاجة أما الإنسان التاني هيحس إن أنت بتضغط عليه أو بتهزله قيمه ومعتقداته فأنت كده هو توحش من أخطر الأشياء انك تخبطي يحد في عقدته من أخطر الأشياء ما كنتش أهل لأنك انت يعني بدي تعملي دعوة الدعوة اللي مش عملية سهلة أطلاقا أطلاقا فما حدش تصدى لها لما يكون أدها وعشان يبقى أدها لازم يعلم غزير إحنا هنختم الجزئية دي الجزء التاني إن شاء الله هنتكلم في عن بقية قصة أبو بكر الصديق بعد الإسلام كانت عاملة زي وعلاقته ببسوطة الله عليه وسلم شكرا جدا لكم أتمنى تكونوا استفدتوا مع السلامة مع السلامة يا تونت مع السلامة يا حبي مع السلامة